موسيقى لو شفنا مقابر الفرعرة ودخلنا المعابد بنلاقي المصر القديم بيعبد حيوانات فالناس كلها تستغرق هل المصر القديم عبد حيوانات؟ اطلقوا الكلام له مش مصبوط المصر القديم ما كانش بيعبد الحيوان للحيوان كان بيعبد الفكرة اللي موجودة جو الحيوان موسيقى 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 حورص حورص كان بشك السقر والملك هو حورص على الأرض وحورص معناه حر اللي هو الكلمة هيرغولفية بنعنى الوجه أو البعيد، أو الخفي وبيمثل الملك المنتصر عشان كده كل ملك في مصر القديمة هو حورس القوي المنتصر حورس هو أحد الآلهة المصرية القديمة ففي نصوص الأهرامات التي تعود للدولة القديمة كانت تعبير حور أم أخت والذي يعني حورس فوق الأفق يشير إلى الفرعون الراحل الذي أصبح بدوره بعد وفاته إلها ضمن الآلهة تساءل بعض الدارسين أي نوع من الصقور هو حورس يبدو من المحتمل أن الأمر يتعلق بصقر شاهين وهو نوع من الصقور منتشر في العالم كله ومعروف بسرعته الفائقة ربما لم يكن قدماء المصريين يعرفون ذلك ولكن الصقر الشاهين في حالة الانقضاض من أعلى إلى أسفل يمكنه أن يصل إلى سرعات قريبة من الأربعمائة كيلو متر في الساعة وهو الأمر الذي يجعله الكائن الحي الأسرع على كوكب الأرض أجمل تمثيل حورس في رأيي هو تمثال خفرع لذا بنشوف الصقر حورس بيكثم على رأسه وفيه بقولة مشهورة قالها علم أثار ألماني قالك لو نظرنا للتمثال ده من ناحية البروفايل هنحس أن حورس بيأخذ الملك ويسعد به إلى السماء لكن الإله حورس لم يكن فقط صقرا فكان يمكن أن يحمل ملامح أخرى أجمل تمثيل تاني الحورس هو أبو الهول كان اسمه حورس في الأفق حور إم آخد حورس في الأفق ولو شوفنا تمثيل العمارة مع الفن والدين بنلقى أبو الهول بين أفق خوفو وأفق خفرع أي المصر القديم حتى بو الهول ليشرك ويغرب بين أفق هرب خوفو هرب خفرع يصل طول تمثال أبو الهول الموجود في الجيزة إلى 73 مترا وارتفاعه 23 مترا ويعد واحدا من أكبر تماثيل العالم القديم ورغم ذلك فإنه ما زال حول ذلك الأثر العملاق صاحب رأس الإنسان وجسد الأسد العديد من الأمور الغامضة متى شيد بالتحديد؟ وما الهدف من تشيده؟ هل كان وجهه يمثل أحد الملوك المدفونين بالأهرامات خلفه؟ توصل العالم مارك لينر عن طريق إعادة بعض الترتيبات على الكمبيوتر إلى فرضية أن الرأس كانت للملك خفرع وإن كانت الرأس على العكس تمثل خوف وفقا لنظريات أخرى وربما كان أبو الهول يمثل رابطا بين الملكين واضعا كليهما في علاقة مع حركة الشمس حاجة عبقرية رائعة للبصر القديم إزاي يعمل العمارة عشان تخدم الدين ويبين حرسه أو إله الشمس راع في شروقه وغروبه بين أفقين الهربين ليس أبو الهول هو التركيب الوحيد الذي يتكون من رأس إنسان وجسد حيوان فتاريخ المناظر المصرية القديمة مليء بآلهة من ذلك النوع على سبيل المثال أنوبيس إله التحنيط وحام المقابر كان عبارة عن جسد إنسان ورأس كلب وبالإضافة إلى الكلاب كانت القطط والقرود وحتى التماسيح كما سنشاهد ترمز إلى آلهة ذات طبيعة خاصة وكل واحد منها كان حاميا أو مسؤولا عن جزء من العالم ولكن هذه المخلوقات لم تكن مقدسة فقط لرسوماتها على بدران المعابد فأيضا في الحياة الواقعية بعض الحيوانات الحية كانت مقدسة وكان يتم التعامل معها وفقا لما يحدده الملك ولقد اكتشف ذلك في القرن التاسع عشر عالم الآثار الفرنسي الذي كان يرأس عمليات التنقيب في سقارة مريد باشا أعزب الفرنسيين اللي كشفوا واشتغلوا في مناطق الآثار سنة 1851 تتبع طريق لابو الهول اتكلم عنه بليني ووصفه هو خد الوصف ده وعثر على أدلة للطريق وتتبع الطريق وإذن سنة 1851 يعمل أعظم كشف أسري حصل في منطقة أسر سقارة هو الكشف عن السرابيو في السرابيوم اكتشف مارية عشرات التوابيت ولكنه لاحظ على الفور شيئا غريبا كانت التوابيت أكبر بكثير من الحجم المفترض أن يحتوي بشرا وعندما فتح واحدا من التوابيت تأكد من ذلك لم يكن بداخلها بشر ولكن ثيران محنطة تجسيدا للإله آبيس التوابيت اللي فيه توابيت وزنها بيصل إلى 80 طن من الجرانيت اللي طوله حوالي 4 متر تقريبا التوابيت اللي قدامنا ده هو أجمل التوابيت اللي موجودة وأحد التوابيت تكشف المجوهرات والأساس والأشياء الجميلة اللي كان بتوضع مع العجل آبيس تعود عبادة آبيس إلى بدايات الحضارة المصرية القديمة وحسب المؤرخ المصري القديم مانيتون كان الفراعنة منذ الأسرة الثانية يقدسون الإله صاحب الملامح الحيوانية ثور أسود ذو نقاط بيضاء وكانت تلك النقاط هي ما تحدد أي ثور حي هو تجسيد آبيس حقا كما كانت رسمة الهلال على جانب الثور ومثلث أبيض على جبهته تعد علامات مقدسة فهذه الثيران فقط كانت جديرة بأن تدفن بشكل يليق بالإله كان فيه معبد أو مكان للتحنيت الورشة بتاعت التحنيت بعد كده بيطلعوا في موكب لدفن العجل آبيس وهذا الموكب كان من أعظم المواكب اللي بتم في مصر القديمة وبعد كده بيدفنوا العجل في هذا المكان واحدة من أهم الأفكار عن أبادة الحيوانات في مصر القديمة هي أن الحيوان هو تجسيد للآلهة فإذا كان لدى أحد الأشخاص سؤال عن المستقبل أو الحساب أو عن الممتلكات أو حتى الميراث يذهب إلى الإله في معبده عوضاً عن الذهاب إلى القاضي ويقوم الكاهن بتكهن أو تفسير حركة الحيوان لذا على سبيل المثال إن سئل حيوان كالثور المقدس أبيس سؤالاً فسيحرك رأسه أو ينوئ أو يصدر صوتاً ما يفسر الكاهن تلك الحركة ويخبرهم ماذا عليهم فعله أو طريقة حل المشكلة التي جاءوا من أجلها وليس فقط الحيوانات الحية هي التي كان يطلب مشورتها بل أيضاً الحيوانات المتوفاة كانت تقدم النصيحة وتطلب شفاعتها كما أن مناظر تلك الحيوانات المقدسة كانت تستخدم كوسيط روحني كان أبيس الثور الأسود ذو النقاط البيضاء هو صورة الحية للإله بتاح ولذلك كانت إحدى الصفات الشائعة له أنه أبيس الحي رسول بتاح الذي يرفع الحقيقة إلى الإله صاحب الوجه الجميل إله بتاح هو إله الفنانين أو الفنان بين الألع وبالتالي المصر القديم رمز له بحاجة حية فاختار هذا الرمز وهو العجل أبيس أي نوع معين من العجول وبالتالي إحنا عندنا في السرابيون بس 24 تابوت اللي فيهم 24 عجل تدفنوا فيه تعتبر منطقة أثار سقارة من أهم الجبانات في مصر القديمة ليس فقط لكونها المقر الأبدية للكثير من الملوك الذين دفنوا فيها دفنوا فيها آلهتهم ولذلك يوجد الكثير من أماكن العبادة للحيوانات بسقارة فهنا تم عبادة الثيران والقطط مثل التي لدينا هنا كذلك كان هناك الكلاب والإيبس والبابون والكثير من أنواع السقور تون الجبل في عام 1970 بدأ زاهي حواس هنا بالتحديد على بعد كيلومترات قليلة من مدينة المينيا مسيرته عالما للآثار فالمكان هنا يخفي بباطنه مدن موتى بأكملها ومقابر نبلاء وأشياء أخرى كثيرة تون الجبل منطقة أثرية مهمة جدا أصارها كلها بترجل عصر يناني روماني الاسم الفرعون احتمال جاي من تاقونت بمعنى أرض الأرنبة لكن اسمها معروف لنا هيرموبلس الشمالية اليونانيين شبهوا الإله تحط اللي بيعبد في هذه المنطقة بهيرمس رسول الإله وبالتالي هي مدينة الإله هيرمس أو مدينة الإله تحط ومثل آبيس كان الإله تحوط يتجسد في صورة حيوان بل حيوانين ففي مدن الموت الخاصة بتون الجبل تم الكشف عن عشرات التوابيت التي وجد بداخلها مومياوات للطائر المعروف بأبي منجل ذلك الطائر صاحب المنقار الطويل الذي يطير على ضفتين نيل ولكن بجانب أبي منجل كان هناك حيوانات أخرى أكثر ندرة وأيضا مومياوات لقرد البابون الجبانة الضخبة اللي تحت الأرض دي كلها عبارة عن مومياوات لإله الحكمة لتحط القرد أو الآيبس السرديب كلها كان فيها مكان بيتم تحميط فيه البابون أو القرد أو الآيبس وعندنا هنا مومياوات محنطة كثيرة جدا لتحط تحط إحنا عارفين كان إله الحكمة الحساب المعرفة وبالتالي كان أهم الأله لكن في العصر المتأخر من أسرة 26 وبعد كده في كل منطقة أثرية بنلاقي فيه مقابر لدفن الإله أو الحيوانات اللي عبت لشكل الإله آمن القدماء المصريون أن روح الإله تسكن بجسد الحيوان المقدس وتحرقه لذا يعامل الحيوان طيلة عمره معاملة الإله فهو تكسيد للآلهة في جسد الحيوان ويعبده البشر بطرق مختلفة لأن لدى الحيوان قدرات خارقة فعندما يموت الحيوان يتم دفنه كأنه إله أو ملك أما روح الإله فتنتقل إلى حيوان آخر ولذلك واجب على المصري القديم أن يبحث عن ذلك الحيوان الذي تسكنه روح الإله وما يمكننا أن نشبهه بروح الدالاي لاما التي تنتقل من شخص إلى شخص وبعد أن يتم العثور على الحيوان المختار يتم جلبه إلى المعبد ليتم عبادته كإله كانت الحيوانات مرتبطة بالآلهة وفقا لخواصها على سبيل المثال بسبب أناقته وحركاته الملتوية كان القط مرتبطا بالإلهة باستيت إلهة الموسيقى والرقص ولكن في مجمع الآلهة الخاص بالمصريين القدماء كان هناك أيضا بعض المخلوقات من الحيوانات المفترسة التي كانت لها قدسيتها وخشيتها مثل سوبيك الإله التمساح ما فيش مكان في الدنيا فيه متحف للتمسيح لكن عند لك مصر معبد كومومبو اللي فيه جزء مخصص لعبادة سوبيك التمساح وفي نهاية بعد زيادة المعبد بنلاقي متحف جميل مخصص لأن احنا بنبين عبادة التمسيح في مصر القديمة كان يتم تمثيل سوبيك سواء عن طريق تمساح كامل أو عن طريق شكل جسد إنساني يحمل رأس تمساح وكان هذا الإله يمثل قوة الفرعون والخصوبة والمياه والقوة العسكرية كما كان القدماء المصريون يعبدون سوبيك باعتباره الحامية ضد مخاطر نهر النيل المصر القديم وجد التمسيح بتهاجم الناس في النيل التمسيح لو مركب غرق بتهاجم الناس إلا في منطقة كومومبو عشان كده الناس كان بينهم صلة طيبة مع التمسيح فعمل لهم هذا المعبد ونفس الوقت سوبيك بمثل الشر فالمتحف ده بيظهر السوبيك في أشكال مختلفة كتمساح المصر القديم بيحط علامة معينة في تمساح معين ده اللي بيعبده ده رمز للشر أو رمز لسوبيك وطبعا سوبيك بيبقى في الوجه تمساح الجسم آدمي وأجمل حاجة لو شفنا في المقدمة بنلاقي مجموعة التمسيح وهي جنب بعضها وده التمسيح اللي عبدها المصر القديم اللي فيهاش حاجة معينة في كل تمساح لما بيموت التمساح المعين بيجي واحد تاني بيتم اختياره وبيعبد على هذا الأساس التمسيح كلها محطوطة بشكل كأنها بتقفز على نهر النيل بياريت نزور هذا المعبد اللي صممه الفنان المعروف محمود مبروك اللي فاقف الكتانية اللي غطت التمسيح واللي احنا لقناها غاية في الروعة في طريق التقسيم مش بس الأربطة ومش بس الألوان ولكن الفورم هو بيعمل الفورم يحتفظ بالفورم بتاع التمساح وكأنه مخيف حتى وهو في الكتان ويغطيه ويمشي مع الخطوط بتاعته الانسيابية وبدل عيونه يعمل له ارتفاعات عينيه مش مرتفعة كده يعمل له من جوه زي خدعة إنه العين كأنها صحية ويروح ملونها على طبقة من الجس الخفيف ويلونها كأنها منورة وصحية وكأنه عينه دهب كبير وشب الولد ومعنش يضوى السواج وشبهك يا بلد بلد يندر ملاقي سيبو الفيلم المشهور اللي اسمه شيء من الخوف نتذكر قوي هذا الفيلم نتذكر القرية اللي اتلاقى فيها أجمل تقديس لصبك القرية دي أرمانت قريب من لقصر ونلاقي إن لا يوجد أجمل من التمثال بتاع أمنحطب الثالث وجنبه صبك ولكن الحيوانات التي كانت تعد مخيفة أكثر من التماسيح في مصر القديمة كانت الخيول التي رأاها المصريون للمرة الأولى في حربهم ضد الهكسوس في القرن السابع عشر قبل الميلاد الحصان ظهر من أواخر القصة السبعتاشر وبدأت القصة الثمنتاشر دولة حديثة إن إحنا لو شفنا مناظر معظم مناظر مع عبد الكارنا كان لها مناظر للحروب وطبعاً أكيد كلنا عارفين فكرة الحرب مع الهكسوس هما الهكسوس هما اللي استحدثوا الحصان في مصر أو هما يدخلوا فعلاً الحصان في مصر جايين من آسيا والحصان وهم في البداية نجحوا من هما يقوموا بهزيمة أو كسبوا الحرب ضد المصريين وتابقوا فعلاً يحتل طلع دبع أو عريس لكن بعد كده من مصر القديم عرف إن الحصان ده ممكن يستخدمه واستخدمه بشكل أساسي في الحروب في العجلات الحربية مصر محمد علي في مصر حريسة كان في حاجة اسمها حنطور الحنطور ده اللي كان بيجر الحصان برضه هي حنطور لو برصناه هو هو نفس شكل العجل الحربية العجلتين من قدام اللي بيجرهم بيجرهم حصان من قدام والرجل اللي سيقعد على مقدمة العرب ولا حصان على طول وعلى الرغم من أنها ليست كثيرة الاختلاف عن الخيول المرسومة على المعابد مثل معركة قادش فإن أفضل الخيول المصرية في عصرنا هذا تعود جدورها إلى الخيول العربية الأصيلة التي وصلت مع الفتح الإسلامي لمصر الخير العربي ده الجمال ده بنقول عليه ديش لازم تكون فيه دي كل ما دي بيكون الكرف ده كوي بيكون أحسن في الخير العرب والوش بيكون صغير والمناخير طبعا بيكون هنا المفرز بياخد نفس وكذا بيدي لك صوت نفس أعلى وهناك حيوان آخر يظل منذ أبد الدهر أساسيا للمصريين ولكنه لم يصل لدرجة الألوهية مطلقا ولم يكن يعتبر جديرا بالاهتمام قط ومع ذلك ربما من دونه لما كانت الحضارة المصرية القديمة باقتصادها الزاهر على ما أصبحت عليه الحمير من أكثر الحيوانات اللي بتشتغل في مصر اللي هي أهمية للناس الحمار في القرى أهم من الحصان لأن رقم واحد سعره ليل أقل من الحصان بكتير فأغلب الناس بتجيبه بالتالي ممكن تلاقي البيت بيت الفلاح عنده حمارين وثلاثة إنما صعب يبقى عنده حصانين وثلاثة عادت أرجع بالتاريخ لغاية ما ليلة الحمار هو تقريبا حيوان المصري الوحيد اللي لازال على حاله من بداية عصر مقابر الأسرات قبل جنات الأحرام كمان ولقيت إن هو نفس الوضع اللي بيستخدم فيه لغاية النهار فقلت يا ده السلام ده الحمار ده شبه المصري اللي زي حالتي كده بالظبط يعني المصري اللي هو أنا يعني مش أيا حد تاني حشان ما حدش يزعي في فعل في المصرية القديمة اسمه حمر حمر ده بمعنى حامل إنه هو حامل مثلا من الكاميرا إنه كان في مصر القديم اسمه حمر فإنه هو أنت من كتر متى يعني إحنا بلقى إن كتر متى شايل شو أخر فأنت بقيت زي أعمل زي الخمار بس دي كانت جاية فعلا أنت ورسط بس إنه هو أنت بقيت متحمل كتير جدا لكن فكرة الحمار زماني ودلوقتي هي نفس الفكرة استخدامه في الزراعة بس مش قصده به يعني إحنا رجلواتي مش قصدنا إنه هو حمار شغل يعني حمار يعني حامل كتير جدا شايل كتير جدا قادر يستحمل كل الضغط اللي عدي جزيرة الفيالة وهو مكان بداية من اسمه له وصلة كبيرة بالحيوانات حيث اكتسب اسمه لأنه كان مركزا مهما لتجارة العاد ومن جزيرة الفيالة كان ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة يقومون بتوجيه سفنهم نحو الجنوب لاكتشاف إفريقيا البعيدة التي لم يكن يعرفها قدماء المصريين إفريقيا التي كانت تسكنها الأفهل وهكذا جاء زاي حواس إلى هنا من أجل حيوان آخر الإله خنم الإله خنم في شكل الكبش وجسم إنساني حتى اسمه جي من الكلمة الهلولفية خنم بمعنى يخلق لأنه هو الإله الخالق هو سيد الآلهة لأنه هو اللي بيخلق البشر وبيخلق الآلهة أهم مركز لعباته موجودة في عماكن كتير جدا في شيخ عبادة في اسمه لكن أهم مركز في الفنتين إبو بالهلولفية اللي معناها الفيل أو سن الفيل الجزيرة دي جزيرة في منتالة أهمية لأنها المركز الرئيسي لعبادة الإله خنم وبالتالي معابد كثيرة إدانت تخليداً لهذا الإله من الدولة الوسطى الدولة الحديثة حتى العصر الرماني كان لدى المصريين القدماء شغف كبير بالحيوانات الدخيلة الأجنبية لدرجة أننا نجد أنفسنا هنا في الكرنك أمام رسومات مجموعة من الحيوانات التي تم اصطيادها من خارج الحدود المصرية أثماء الحملات العسكرية لكن احنا دلوقتي في الحوليات بتاعت حكم الستات أشهر ملوك مصر وعمل 17 أو 18 معركة حربية أهمها مجده لكن عمل زي نابليون بلوبرت عشان كده إحنا بيسميه نابليون العصر القديم أخذ معه بعثة علمية بدأت تسجل كل ما هو موجود في سوريا وفلسطين وجاب لنا مجموعة الحيوانات اللي أغلبها كان غير موجود في مصر عشان كده بعض الناس بيعتقدوا أن التمثيل اللي موجود ده ممكن تكون أول حديقة حيوان في التاريخ الحيوانات كان لها دور مهم جدا في حياتي لأن احنا مقابر لأمال بنات الأهرام كشف حيوان واحدة ست أمريكية ركب الحصان حافر الحصان وقعت طلعت مقابر لأمال بنات الأهرام في اسكندرية واحد ركب عربية كاررو وقع الحمار كشف عن مقابر كوم الشقافة هو ارد الكارفر ركب الحصان بتاعه وبعد كده الحصان حافر وقع طلع مقبرة منتحطبة التانية والتيبثالي اللي موجود في المضحف المصري اللي حد النهاردة هنقول عليه باب الحصان حارس الواحات البحرية ركب الحمار بتاعه بقع الحمار طلع واد المميات الزهبية ليه صديق سمو طرق فودا الكاتب المعروف فطرق بايولي الناس ايه ده زي حواس هيئة الحمار عشان هو يبقى الوحيد اللي كشف واد المميات الزهبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة